ما تتسويكيش علي يا بيت انت حتستعبتي؟ باقولك ايه؟ سيبيني لما يجي أشكه بكلمتين يمكن يحسي ياختي ويخلي عنده شوية دم خلص بقى يا خلتي ما أغصب عنه والله إن كان عليه هو عايز يدخل ابن هاردة قبل بك وأنا كمان برضو بصراحة يا خلتي بقى يا نحنو حيا حلوة أنا قلت أنا حتصرف يعني أنا حتصرف يا ريتنا يا اغتي جبنا سيرت حاجة عدلة أهو جيه القردة بوزديري هيخش دلوقتي يتططط 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 طب والنبي يا خلتي افتح له بس على المغير هيدوم لي بروحه عليه ها؟ إن شاء الله تفتح دماغه ما تتنيل تستنى مسروع على ايه؟ هتخرب الجرس ده هتخرب بيتك ما تبطل بقى خبطة في دماغك ايه؟ فيه ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليل الملاح على مداوية الجراح الصنيورة صباح اهو صباح زي وشك والسلام ايه يا خون؟ داخل علينا كده زي عود العسى بالمساوس ادوره و ايده قدام انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة؟ من ساعة ما ربطت البيت معاك؟ ما دخلتش علينا بكيس برتقان اجيب ايه يا خالتي و انا داخل بيت الكرم كلك؟ يعني مهما قلت مش هوافي و مهما جبت مش هيكفي مفيش بقى لقم عالسخان عشان هفتنى طب خاسمه هاري تدفع؟ وماله، بس عملهولنا صندوقشات بقى عشان مستعجلين مستعجل عدوان يا خاي؟ قديك حتاخد المعدولة تسرح معاك في الموالد كتاكس التين نيلة موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غزية فيها يا خالتي انت بتكلمي هاني الدبدو اكبر دي جي و متعهد افراح و حفلات في البلد و ان شاء الله هين فرحك هزبطك لو على وشك مش عايزة تجوز بلاها جواز يا خوي جرى يا خالتي انا بتدلع عليك انت زي امي امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البتاتا؟ بتسلم عليك والله قالتلي اول لما تشوف خالتك صباح ايه اتناي يلا شو شو عشان متأخرين خلاص انا جهزت هيا دب دوبي 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 ايه الحلوة والقلاجة دي عجبك؟ طحفة كل الشباب صحابي قالولي كده شباب مين يا بيت اللي قالولي كده؟ بناك فك يا دوبي دوبي باهرك بجد الطب جميل جدا ده جديد ده صح؟ يعني ايش قوي من سنوي كده سنوي انا برضو بقول ايه رحة النفتلين دي لا ديوحت الاسبري بتاعي بس ايها كارفة بس اسبري؟ يقضي على الرائحة والحشرات في قاني الواحد؟ اللو بقى ماشي طب يلا عشان مستعجلين انت كانت يا هاني ما تهكي السرعة شوية بقولك ايه ولا تحتكي بيه ولا تتكلمي معي خالص انا على اخري مالو اخري يعني عاجبك يعني الامرازة اللي بتأمرزها اللي خلتك صباح دي؟ ايه يعني ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتأمرزها ايه بس الانسان من انا بردك طاقة وانا هفضل ان شاء الله كده هتأمرز لحد امتى وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامرازة اللي بتأمرزها لدي؟ ما هدي المصيبة ان انت بقى بتعملش عارف لو كنت عملت ما كانتش امرزاتك انما انت بقى لك ثلاث سنين داخل واقل شارب نايم قاعد رايح كاي خلاص بقى سكي على الموضوع ده لحسن الوكتاب اللي يخش بنا احنا الاتنين في ايها تحيط خلاص خلاص بيا